الساعة الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم الباقية بس مختلفة قليل شوية هذه الباقية العدنية بقول لكم كيف تخلوها متماسكة من غير ما تضوفوا اي حاجة له وبتاكلوا حق زمان شفتوا الباقية حق زمان المقرمشة وما تشرب زيت ولذيذة جدا جدا هاي الطريقة تنفع ما اي حبوب بتستخدمها سواء عداس او اي شي نحنا في عدن نستخدم الدقر الاحمر يكون مقروش طبعا بعدين نحن نبلوه شوفوا اني معايا انواع حبوب معايا عدس معايا ماش معايا كتير معايا هذا الدقر الابيض او زي ما يسمون لوبيا اي حتى حمص حطوا اللي معاكم اني اليوم عملت لكم حبوب مشكلة فصولية اللي معاكم تقدروا تضوفوا شوفوا اول حاجة باغسله اكتر من مرة لما اشوف الماء يعني حقا كده استوى شفاف كده ابيض تماما اكتر من مرة اغسله خلاص بعد كده خليها منقوعة بماء نظيف مع شريحة من الليمون قالوا لي انه نعم شريحة الليمون لما تضوفوها تقلل من معاهم مشاكل بالقولون وتخفف من الغازات يعني وقلنا نقرب عادي طبعا انا خليها منقوعة 8 ساعات بعد 8 ساعات الى 12 ساعة اكتر شي بمحضرات طعام عندكم فرامة البصل يفضل يعني يكون اضيف نص الكمية نص الكمية بطحنة ناعم تمام خلوها ناعمة اذا احتاجت ماء ضوفوا حاجة بسيطة هي ما بتحتاجش ماء شوفوا اذا انتم عملتونه في الطريق ما بتحتاجش ماء اذا احتاجت ضوفوا عادي شوفوا كيف ناعمة بس بنفس الوقت متماسكة يعني اقدر اشكلها باليد تقدر تتكور يعني تتشكل معاكم لكنها ناعمة تحسوها كده خفيفة طرية اذا بتضوفوا ماء ضوفوا على ملعقة ملعقة مشتو ضوفوا بالاكواب لا ملعقة ملعقة لانه اذا زاد بتفرط معاكم بالزيت وما بتتماسكش الان شوفوا الطحنة التانية كيف طحنت تكون كيف خشنة مزي هاديك ناعمة شوفوا هادي شوية غامقة هاديك فاتحة لانه يعني خلتي اناعمة انه دخلتوها ناعمة كتير كأنكم بتقولوا ما بعد ما تقولوها كأنكم تاكلوا قبيز اذا تعرفوا زالفطيرة كأنكم تاكلوا ودخلتوها كتير خشنة بتكون ايش يقع السنون قيش قيش كده بتكون بس بصراحة فاني مرات توقع معايا خشنة فارقع ايش اخذ نص الكمية واطحنة فهمتو كيف شوفوا ما شاء الله كيف تتشكل يعني نحنا لازم يكون وسط نص خشن ونص ناعم فانتم خليكم وسط لانه لا هي خشنة مش حلوة تطلع مقرمشة كتير ولا هي طرية كل ناعمة تطلع طرية كتير خلاص شوفوا ما شاء الله كيف تتشكل معايا يعني هادي ممتازة الان خلاص عندي الباقية قاهزة وتقدروا استخدموا اي نوع حبوب قلت الكوب بنفس الطريقة الان بقصمة باكياس بالكمية اللي انت متحبوا انا حطت بكل كيس كوب ولازم تبطبطوا كده الكيس عشان بسرعة تفك معاكم مش تخلوزة البقشة عشان بسرعة يدوب معاكم خلاص بوقت ما تحبوا تطلعوا خلوه يفك من الصباح بعدين خلاص تستخدموا الان تعالوا نعمل صوص الحمر اللي ناكله مع الباقية عندي هنا ايش عندي ثوم وكزبرة وفلفل اخضر وهنا عندي تمر هندي منقوع منقوع التمر الهندي او الحمر عندي ملعقة من البسباس العدني ملعقة صغيرة اذا مش متوفر بسباس عدني عادي خاص اكتفوا بالتمر الهندي واكيد الملح رشا كده من الملح او حسب تضوق وممكن تضوفوا فلفل حار مطحون اذا انتم تحبوا النوع يعني يكون سبايسي اكتر ممكن تضوفوا عندي هذا فلفل كشميري واطحنوا والان كمان ضوفوا شوية خل ليش اضيف الخل يخلي اكتر ينحفظ حتى اسبوع بالتلاجع من غير ما يخرب وكمان لو تشتوا خفيف اكيد منقوع التمر الهندي زودوا الماء فيه بو اذا تشتنوا خفيف واذا تشتنوا يعني ثقيل الخلطة لما تنقعوا التمر الهندي او الحمر لا تنقعنوش بماء كثير بماء شوية فهمتوا هو اللي يتحكم بالقوام الخليط ثقيل او خفيف وشوفوا هنا ما شاء الله الباقية عندي خلاص دابت انا تعالوا اقول لكم سبب الباقية كمان ليش تفك بالزيت الخضار الكتير حاجة بسيطة ريحة تعملوا الخضار يعني اللي متوفرة معاكم انا استخدمت كزبرة استخدمت فلفل اخضر وثوم ممكن بصل اخضر ممكن كمان تستخدموا شبات اللي هو السوة اللي متوفر معاكم بس قليل قليل وهنا انا اضفت بسباس عدني واضفت رشة من الكمون وكمان من الكاري والملح اعدوا للملح وعملت شوية من الفلفل الاسود مرة اضيف كزبرة مطحونة انتم زي ما تحبون نكهات تضوفوا وقالتكم اهم شي ان الخضار يكون قليل وهنا اضفت كمان من الكاري النيل بس رشة بسيطة نحن ما نشيشهين نكهات الباقية يعني مش بكترة البهار او كترة الخضار اللي فيها بعضهم ميضوفوش اي خضرة انتم معارفين ولا اي خضرة وتطلع يا سلام اني مرة اضيف ليه بصل عادي اللي متوفر معاكم اخر حاجة بعد ما خلطوها اضفو رشة من البكنج بودر اني هاد الشي تعلمتوا من امي ليش يخليها خفيفة وميخليش مكتومة وخلصوا كده خلطوه كده بيدكم يعني او بالملعقة عادي وخلص تروحوا تحموا الزيت وشوفوا مش الله كيف اهم شي انه تتشكل حتى لو ضفنا الخضار اي مكونات الخضار انه تتشكل زيت تتقرص هنا خلاص الزيت حما عندي عملوا له تيست اختبار شوفوا انه اول ما كده انه حامي ما يكونش حامي كتير اول ما تحطوه لنا تحراق لا يعني كأنكم تقولو شبس بطاطس الان بدت اكوره واساس الباقية متنعملش بالجهاز حق الفلافل الباقية تتكور باليد تطبطب باليد شفتو كيف تتقرص عشان كده تقع زي البسكوت رفيعة زي حق زمان زمان كانت الباقية كده ما تكونش الباقية مكورة كده فطحة زي البسكوت يعني زي السيدي كده مدري كيف ومقارمشة اظن انتم عارفين اللي ياكل لنا كانوا زمان عارفين الان مرات تشتروا الباقية كده زي الكرات تكون مدريش اذا ما كانهم بعدان يعني يعملوني كده بس اني اللي اشتريها منرات من السوق تكون كده رفيعة نفس كده يعني والذيه اذا تكون لذيه مقارمشة لثاني يوم وهي كده شاحطة وفيه باق قرشة كده مشطرية خلاص بعد ما تكملوا الحبات كده ارفعوا النار شوية عشان تتحمر وبدأوا يقلبوها يعني يقلبوها المكان يعني القيهة الثانية عشان تتحمر كله ما ياخدش وقت لانه هي رفيعة وبسرعة تستوي وخلاص وبعد كده توطوا النار ترجعوا وتعملوا الدفعة الثانية عشان ما تحمرش معاكم تستوي نية من داخل يعني بسرعة فهمتوا كيف وخلاص الان ما شاء الله شوفوها كيف قاهزة وتفتح النفس ومقرمشة انتم بتسمعوا الصوت بعدين بتشوفوا الصوت بس بقولكم حاجة اذا وصلتوا لهنا بالفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا قرس الاشعارات عشان يوصلكم كل حاجة انزله وما تنسوش ابدا تعملوا لي لايك وكومنس حلو منكم تمام وخلاص هنا ما شاء الله صفيناها وهنا حطت الدفعة الثانية شوفو وطيت النار حطت الدفعة الثانية بس وتكون قاهزة واسمعوا كيف القرمشة بس والله هادي بايقيتنا الحلوة رصوها كده بصحن مع الصوس كده قدموا قنبي وتقدروا بس تقدموا قنبي بسباس عدني مع ليمون كده عصرة ليمون وخلاص يعني زي ما تحبوا او شتني اللي انتم حابين طبعا هذي الطريقة علمتني اياها اختي اختي عايشة في ماليزيا فكانت ما تلاقيش الدقرة او اللوبيا كانت تلاقي هذي الحبوب مشكلة باكياس هم يستخدمونها للسوب والشربة يعني ياكلوها كالشربة فهي ايش عملتها كراحة نقعتها واستخدمتها كباقية وفلافل يعني وفعلا طعمها لذيذ وانتعلمت منه وخلاص اعتمدت لانه لذيذة انا قطعت الصوت عشان اسمعكم القرمشة لانه هذا خلاص كان وقت له ساعة شوفوا ليه امكان ساعة وشوية الباقية وما تغيرتش ابدا ان شاء الله تعقبكم وتعتمدوها بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة التفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سهل منكم